ماهر شو بميز هالأغني اللي أطلقتها من شهر وحصدت ملايين المشاهدات؟ غيرك شاب أنا كتبتها ولحنتها من واقع الناس من واقع العلاقات الحب اللي بيمروا فيها الناس حسيت فيها كتير الأغني وإيمانت فيها كتبتها ولحنتها بالبيت على الفيانو وتخيلتها قبل ما نزلت تخيلتها أنا عبغنيها على المسرح كيف العالم عبتسمعها بالسيارة بالحفلة تحت الدوش ممكن تصير أنت بغنية بينك والحالة أكيد حبتها الناس خاصة على السوشيل ميديا نحن بزمن السوشيل ميديا هالأيام حبتها الناس والحفلات كلها الحمد الله يعني كل الإقبال على هالأغنية بالظبط بيطلبوها بيطلبوها فعلا قد ما بلأ أصل عن جد هي مثل ما قال يعني موضوع الأغنية هي الصبيق اللي بتترك الشاب لأنه بصير لحدا مرتاح أكتر وهيدا واقع عم تعمل مصلحة حظة أنا عندي شاب صاحبي ماهر من الشباب المرتاحين يعني ماديا بلا زغرب الموجودين بتلفن له بتلفن له صاحبته بصير عنده شي بروبلام براسه كمار يعني كانسير يعني عم بتلفن له عم بقال له بدي خبرك شي بس ما بدي تزعلي ما بدي تدايق وما بدي شو كذا قلت له شوف فيه خبرني قال عندي كانسير براسي قالت له عم بقلبك وكرتك بعت الفراري ها وعنجاد هاي مستوطة لا هاي نتكو لا لا لبي عملوها هلا الوقاحة صارت النبع عجاد ايه خاطر ندني يعني طبعا طلبية الصبايا مع احترامي للربع يعني مرسي بضلفي بضلفي في ناس من ناحون وهون بس صدنا بأيام مدية وصبحية بس بضلفي أكيد أكيد لا بضلفي ميشال شو الخبرية ميشال لا الشباب كمان صاروا مصلحة اكزاكت لي قديش فيه سبقتيني قديش فيه شباب اليوم بيتقدموا للبنت لأنها مرتاحة مدية يكون هو مقادر بيقطفوها يعني انه بتصير بقى القصة واقعية الموسيقى حلوة صوتك رائع والفيديو كليب كتير حب لما بشوف اي حدا موهبة جديدة او شاب جديد من جيل جديد عنده مشروع فني وبيدخل فيه المشروع الإنساني والقيم الروحية اللي كتير صارت مفقودة والقوة الحقيقية للإنسان يعني قوة الحب وبيدافع للقصص الحقيقية هذا طريق من طرق النجاح هذا شهادة كبيرة من فنان كبير بالنسبة لي هلأ كنا عم نحكي بالمتجي انه الحلم هو اللي بيسمع الإنسان الحلم الحقيقي الحق حلمك فأنت هلأ ما شاء الله يعني على الصوت أكيد الكل والحضور وعنده يعني طاقة الصوت تبعه مختلفة وخامته خاصة فيه يا اللي بجمالك ما لقيت أبداً ما بهوى بدالك يا روحي أبداً حلوين كتير أنا شفت كتير لكن بجمالك ما لقيت أبداً كتيراً لا 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 لا